شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لدراسة التعاون الاستراتيجي بشأن إنشاء مجمع الصناعات السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وذلك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية وشركة فولغزفاجن أفريقيا تستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف معا لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء مجمع الصناعات السيارات المشترك في شرق بورسعيد ومن شأن ذلك المشروع توفير 2100 فرصة عمل مباشرة بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة وذلك في الصناعات المغذية وكذا جذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار وعلى هامش التوقيع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في يونيو 2022 والذي يهدف إلى تعزيز القمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات ومن ثم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ترجمة نانسي قنقر